اشتركوا في القناة 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 تاخد حررتك في الملعب انت كلاعيب تاخد حررتك في الملعب يديك الحرية ان انت تبدأ في الملعب معكابتن اهاب نفس الكلام بس برضو ايه بشروط معينة بالتزامات معينة في الملعب في مركزك في الملعب يعني قيود شوية معكابتن اهاب روحت بعد كده البنك الاهلي فكرة جات ازاي بقى انك تمشي من المقصة وتروح البنك اقرى والله الفترة دي كنت انا لسه متجاوز جديد وكده وكانت الدنيا انت فاهم في المقصة كان فيه الوقت رب بيحصل ان شركة المقصة هتسيب النادي وكده بس فخلال السبعة تمام متشاطة اللي عبتهم في الاخر الحمد لله قدت بشكل كويس جالي نادي البنك وكانت تجربة جديدة والنادي لسه صاعد وعايز يعمل حاجة كويسة في الدارة الممتاز وقدرها بصراحة يعني يعني محترفين جدا قدت اللي هو اشرف نصار واتساس محمد وستة العميد بصراحة يعني منظومة كبيرة جدا عادت معهم وانا قاعد في اول قاعدة مضيت وانا ماشي بس مضيت اعراء وثاني سنة اشتروني مفكرتش؟ لما عادت معهم النادي مش لسه صاعد دارة الممتاز لا يعني الناس محترفين بشكل كبير النتاج ما كانتش افضل حاجة في الفترة الاولى مع البنك الاهلي وفضلته بتصرع على الهبوط لحد اخر فترة في الدورة المسم الماضي كان ايه الاسباب؟ والله بص طبعا انت فاهم اي فرقة بتصح بتصحى الدارة الممتاز حتى السنة دي اللي لمي بتصحى بونتو يعني سبع بونتو واللي معندوش برضو يعني فرقة جديدة بتتلم السنة اللي فاتنادي البنك عمل حوالي 24 صفقة فرقم كبير جدا انه وبالما اللعبة يعني انساجم مع بعض وفرق يعني حتى في قط اللبس مع بعضي يعني بتاخد وقت شوية كلام ده كله والادارة كانت عارفة كلام ده كله بس وربنا كرمنا احنا وقفنا يعني الفرقة يعني اللعبة كلها وقفت مع بعض وربنا كرمنا قعدنا وفكرتش خالص السنة دي لما جوم يشترينه السنة دي لا انا واثق ان ان شاء الله الفرقة السنة دي هتبقى في حتة كويسة والحمد احنا ماشيين بشكل كويسة اشترك بكين؟ لا مش عارف معرفش مش ما اقول مش عارف اه كان فيه اصلا بند بيع في العالم لا لا خالص هم دخلوا بموفادات معنا دي المقاص السنة دي واشترونه كان عندك عروض مع البنك غير البنك يعني اه كان فيه بس يعني حاجات لسه مش الرسمية او يعني السنة دي بقى بداية قوية جدا مع البنك البنك قدر انه يقدم نتائج على اعلى مستوى ادائك انت على المستوى الشخصي كبير جدا خلى الناس تشيت بيك ايه الفرق بقى وايه اللي خلى البداية تبقى قوية قوي كده السنة دي؟ والله الحمد لله زي ما يقول حضرتك كده السنة اللي فاتت يعني لازم نتعلم منها شوية يعني السنة دي عملنا فترة ادات كويسة ومتشرت توديها كويسة جدا عارفنا احنا قفين فين وان شاء الله هنبدأ ازاي بس ربنا كرمنا السنة دي وبتنين نبدأ ببداية قوية اول ماتش الجيش كسبنا طينا ماتش القلي خسرنا واحد سفر يعني باد الله كده تاريت ماتش كسبنا الاسماعيلي فالحمد لله ثلاث ماتشات ستة بنت وانت فرقة تاني سنة لك ده ممتاز انك تبدأ البداية دي برضو كويسة جدا والفرقة بصراحة الفرقة كلها كويسة يعني كابتنين خالد جلال بصراحة يعني عامل فرقة كويسة جدا وكابتنين خالد يعني بص صبرت للعيبة لابعد مدى ممكن انت بتغلط بلعبك تاني بتغلط يعلمك اخطائك بعد الماتشات لا يعني بصراحة الجهاز الفني اللي نادي البنك بصراحة محترمين بشكل كبير جدا عايز اعرف فقه ازاي انضمت لمنتخب مصر والكواليس كانت ايه وعرفت ازاي وكان في مباراة ايه الله احنا اول ماتش في الدوري كان طلع الجيش فعملت ماتش كويس وكسبنا الماتش ده والجهاز الفني كل بتاع المتخب كان بتفرج انا انا ما معرفش خالص بعد الماتش كابتن كريم تاني يوم في التمرين قال لي الجهاز كان بتفرج وتكلم عليك بشكل كويس وان شاء الله تبقى موجود معهم بس اللازمة انت بقى ايه تستمر على يعني الماتشات بتاعتك تبقى تستمر بقى ده كويس بس الحمد لله عملت ماتشين بعد كده كويسين وعرفت بعد كده ايه القايمة نزلت وعرفت ساعة القايمة يعني وقت نزول القايمة عرفت ساعتها بس ما فيش حد من الجهاز الاداري يكلمك قبلها نا لا خالص هو قبلها بنص ساعة بيقول لي يبقى صورك مثلا كويس في مشاكل في الوراق اقول لي لا بس عشان انت مرشح تبقى موجود بس بعدها بنص ساعة لعرفت ان انا موجود في القايمة شعرك بقى كان ايه واول حاجة فكرت فيها كانت ايه واول حاجة عملتها كانت ايه لا طبعا كنت مبسوط جدا حاجة مكادش متوقع يعني انت تلعب باسم منتخب مصر ده يعني كبير جدا انك تبقى موجود في منتخب مصر حاجة كويس خصوصا ان انت كنتش موجود في الولمبيات رغم انك كنت بتلعب بشكل اساسي اه مع البنك الاهلي ساعتها والله بس ساعتها الولمبيات دي حاجة يعني اتعت ربنا برضه انا كنت موجود في المعسكرين قبل الاولمبيات والمعسكر خلاص اللي قبل البطولة على طول ما كنتش موجود فيها يعني كنت بلعب المطشاط كلها وكنت ماشى بشكل كويس بس برضو ممكن انه نتاج الفرقة مساعدتش برضو ان احنا ايه يعني حد بصص عليك بشكل كويس لا لا خالص ده كله رزق ونصيب وانت لازم ان تطور من نفسك يعني ان انت مانضمتش المنتخب دي مش نهاية الدنيا اهم حاجة تطور من نفسك وتبقى موجود بعد كده وده ساعدك وخلي عندك التحدي انك تروح المنتخب الاول طبعا طبعا عايز اعرف اول لما شفت الخبر او عرفت انك موجود في المنتخب كنت فيين ساعتها انا كنت مع مراتي كنا خارجين برا وبنتغدى كده وعرفت ساعتها ان انا موجود في المنتخب مصر سيكون اوسطين جدا بصراحة عملت ايه بقى جبت لها دي؟ اه طبعا توقعت بقى استمرارك مع المنتخب حتى بتوليك كاس العرب؟ والله يعني بص انا في التمرين كنت بقى موجود نفسي يعني كنت بقى موجود نفسي في التمرين انا عايزة بقى موجودة حبيب بقى موجود الباقي بقى بتاع ربنا يعني انت تعمل اللي عليك والباقي بتاع ربنا اول يوم بقى دخلت في المعسكر لاول مرة مين اول حد استقبلك؟ ده اللعيبة كلها بصراحة تكلمت معايا كويس جدا انت موجود في المنتخب قى لك فترة عادي نا بتكلم على اول مرة قبلي كاس العرب اه انا بقولك انت موجود اكينك موجود في المنتخب عادي يعني اللعيبة كلها متحسس اللعيبة اللي لسه دخلها ان انت بعيد ضحك وزار عادي وكلام مع بعض ده شال من عليك الدغوطات شوي طبعا كلام بقى مستر كيروش معاك كان ايه وكلام كابتن والجمعة خاصة انه مدافع كبير برده لا كله انت لعب كويس ولو مش كويس ما كنتش هتبقى موجود وحاولت احافظ على كده بس اول مباراة بقى تشارك فيها في كاس العرب قدام الجزائر والوضع صعب والدنيا مكهربة وصابت حجازي ساعتها اه بص انا كنا قاعدين على الدكة ساعتها ومرة واحدة ام سخن اتزل طبعا في رهبة في الاول بس الحمد لله اول منزلت الدنيا تمام وعادي احنا كنا متأخرين واحد سفره الحمد لله ربنا كراننا وتعادلنا الحمد لله انا شايف ان اكت يعني ماشي بشكل كويس في المطش ده يعني مطش الجزائر كنت شايف ان انا مقدي بشكل كويس بس وصف لي بقى الشهر وقدام جماهير ومطش زي الجزائر الرهبة بقى خدت معاك قد ايه واول لما انزلت كنت بتفكر فيه رابط المطش دي خدت معاها تقريبا خمس دقايق بالظبط بس بعد كده مطش عادي لازم نلعب عشان نزبط نفسي بس بعد كده جي مطش الوردن الثاني مطش الشوت الاولاني ما كنت اظهر فيه بشكل كويس يعني يعني طب بان مطش ما فيه بضلك الشوت الاولاني ما كنتش ماشي بشكل كويس الشوت الثاني والثالت والرابع يعني كنت مسلا خمسين سيتين في المية يعني عادي يعني طبيعي بيحصل لفكورة ان انت ممكن مطش تبقى كويس مطش بوحش اما حاجة تعلم من الاخطابة بتاعتك واتطور من نفسك بس مستر كلوش قالك حاجة بعد المطش ده لا لا خالص ألي انت لعيب كويس ان انت تقدر شوت الاولاني دي يعني كنتش مشي بشكل كويس وشوت الثاني والثالث والرابع تقف على رجلك والحمد لله شوت الثاني مسلا شايل كورتين من الثمانتاشر لا ان انت لعب كبير ومفيش اي حاجة وهتقدي بشكل كويس المطشرة البعد كده تفاصيل بقى اول مقابلة مع محمد صلاح ايه بقى اللي حسنه محمد صراح بصراحة يعني شخصية جميلة جدا يعني انت كفي المنتخب جواه ما تقولش ده نجمليه فاربول لا يعني الدواجة دي بتحصل عليها لا لا هادي جدا ومحترم ومتواضع مع الناس كلها ايه شخص محترم جدا لما شفته قدامك كان في يوم من الايام من الاهداف بتاعتك ان انت تبقى اه طبعا مع محمد صراح انا كانت قمنات حياتي اننا لعب معك وربنا كرام طبعا قلت له ايه اول لما شفته ده لا انا طلطت منه التشيرت بس اول حاجة بعد كده يعني شخص محترم جدا في الملعب بيساعد اللعبة كلها صبرت اليوم على طول ده يعني شخص جويس جدا عايز ااخدك بقى بعد انضمامك للمنتخب ابتدت الناس تقول احمد ياسين جاي له عروض من الاهلي ومن الزمالك ومن بيرامدز وعروض الاحتراف ااخدك الاول بعروض الاحتراف فالفعلا جات لك عروض جات حاجات بس في النادي يعني كله في النادي بس النادي رفض يعني الفترة دي في اناير ده رفض ان يتكلم في اي حاجة اصلا وانا انا تحت امر النادي في اي حاجة يعني السادت اللي هو بولاج يعني السادت اللي هو كابتن خالد واساس محمد يعني بصراحة يعني بيتكلم معي على طوله كابتن كريم لا عادي ما فيش حاجة عادي وكمل في النادي وصراحة النادي كويس جدا عايز ااخد برضو من كلامك انا مش قول لك اندية بس من دوريات ايه الورودي اللي جات لك والله او في حاجات في اوروبا وفي حاجات في الخليج بس دوري فرنسي او ربنا اكرم مش عادي بس ربنا اكرم بقى الفترة الجاية واهم حاجة الواحد يستمر على المستوى يعني ويطور من نفسه بس الاهل فاوضك الفترة اللي فاتت كانت ايه الكواليس نا كله كل حاجة في النادي والله يعني فيه كلام في النادي معرفش يعني فيه كلام كتير بيطلع بس كل حاجة في النادي يعني بس ما فيش حد من مسؤولين في النادي الاهلي كلمك لا كلم لشكل شخصي لا ما فيش بس في في النادي وصل لا ما عرفش ما عرفش بسرعي كزا حد بيتكلم في اهلي وزمالك وبرامتز وكاينها كده بس ما فيش حد كلمك انت بشخصك احمد لا لا وعرفت برضو مفوضات نادي بيرامتز في يناير كابتن ايب طلبك كل حاجة في النادي اه والله يعني انا بقولك انا في النادي تحت امرهم يعني مش يعني كنادي البنك انا مش بخول النادي في اي حاجة النادي يعني اللي فيه مصلحتي هو بيعمله بصراحة الفترة دي احمد ياسين حابب ان هو يكمل فيها ويثبت اقدامه في الدور المصري من خلال البنك الاهلي ام لو فيه عرض كويس يقدر يحترف فيه او لو فيه عرض محلي جايد يقدر ينتقل ليه والله السنة دي ان شاء الله انكمل مع نادي البنك ويقدر ازبط يعني الناس كلان انا احمق السن ده مدفع كويس مش مجرد انه لعب مقاطعوني ثلاثة كويسين لا يبقى السيزون كله ماشي بشكل كويس دي طبعا تفرق معك ان انت طول السيزون ماشي بشكل كويس طبعا في ليفين معين بتفرق مع لعب الكورة طبعا وان شاء الله ربنا يكرم تموحاتك الاحتراف اعمل بقاءه في الدور المصري ربنا يكرم طبعا لو فيه حاجة بره ان شاء الله بإذن الله اقدر اطلع بإذن الله احمد زاكرتك كويسة وبتعرف كده تفكر بسرعة يعني ربنا سيح نخلصنا اول فاكرة كده معك ونروح للفاكرة التانية تمام خلصنا اول فاكرة مع المدافع الدولي كابتن احمد ياسين فاكرة الاسيلة ونروح بقى لفاكرة الزاكرة نشوف زاكرته كويسة ولا لأ اول مباراة رسمية لك كانت مع المقصة كانت قدام فريق ايه الجونة مات شو ده خلص كم كانت واحد سفر للجونة عندك كم الف فولوارز عن استجرام دلوقتي ربعتاشر صورتك مع محمد صلاح شيرت جابت كم لايك تقريبا ستة او سبعة اخر كلام والله ما عارفش عارف سبعة تلاف اتنين واربعين انا بقول لك سا خدت كم انزار بموسم الماضي الماضي ده اربعة في الدوري في الدوري اربعة اتنين ده لا اربعة اتنين خلاص يبقى اتنين قدام سيراميكا والجيش خلاص يبقى قدام سيراميكا والجيش طب بتزود على امسك الانزارات او مباراة لك كانت مع البنك الاهلي كانت امام ودي دجلة خلصت كم كام واحد واحد طب مين جاب جون دجلة صلاح امي تدي نفسك كم من عشرة في الزاكرة يعني ستة من عشرة لك ده عشرة من عشرة لا لا ستة خلصنا فقرة الزاكرة مع الكابتن احمد ياسين ونروح لفقرة المانتومان نشوف فاوة مدافع داولي هنعرف نرقصه ولا يوقفنا كبري ايه اكتر مكوف كوميدي حصل لك في الملعب او حاجة ده حكت عليها اسنان المباراة معانا مصور نادي البنك محمد شريف على طول كمدافع بطول طالع او نشد حلنا كويس يعني نشد حلنا رجالة وكده عما يكون فرقة مشظهرة بشكل كويس وكده فعلى طول هو ببصلي وندحك على طول الكلمة دي يعني تشميسة لبست التشيرتي اللي اخدتوا من محمد صراحه وكان مقاسه ايه هو مقاسه ميديم بس انا بالبس لارجي بقى ملبستهوش باكورد لو طلبوا منك في مرات يلعب حالس مرمى تحت اي ظرفة تعمل ايه توقع يدخل فيه كامجون لا اقف عادي بس يخش حوالي عشرة تسعة كده انا نلعب دلوقتي اللي هي بتاكسوه مع الكابتن احمد ياسين ابدأ كابتن مش معنى اذا تابلقوه هلا فالخير هاقفل علي مش مش كده يجب اكسب انا Nefree كلها افلت ها ايه افلت كدة هاي افل يا خلاص هي لو الكابتن عادل مصطفى والكابتن ميدو هيعملوا تقسيمة تحب تلعب مع مين فيه بص مع الاتنين بس كابتن ميدو بحط ضغط عليك اكتر يعني كابتن ميدو لو ما كسبش هيعمل فيك ايه لا بيضرب طبعا ضربك قبل كده عشان ما كسب لا بيزعل بيضايق وبيفضل يزعل في التقسيمة وكده وينزل يلعب وخبط جامد جدا مرة كنت مع كابتن عادل وهو يخبط جدا لا بيخبط جامد جامد لسه؟ اه طبعا طبعا لعب كبير بيقول لك بقى انا وصديقي ابراهيموفيتش ويفضل يقول لكم كده في المحاضرات انا لعبت مع نجوم العالم وكده لا 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 خالص خالص كابتن ميدو خلي بالك يعني انت لو معاه في القوضة وكده في قط اللبس لا شخص محترم جدا وانت بتحبه انت بتستمتع وانت بتتمرن تحت يده طبعا بيعمل مكافآت للعيبة كده ويجيب لهم هدايا ويحفزهم ولا هو في الملعب بس والنادي هو اللي يشيل المكافآت؟ لا هو كابتن ميدو خلي بالك يعني كفاءة انت كلعيبك وورا ان المدرب يقول لك كلمة يعني كويسة ان انت كويس النهار دي دي الهدية بالفلوس الدنيا كلها طبعا بيستعلى تواصل معا؟ اه طبعا اخر مرة شفت ويمت؟ لا من فترة بس تكلمنا وانا في الطولة العرب يعني شد حيه لك وكده وان شاء الله تعلم بطولك ويسة بس مكلمكش بعد استبعادك من كاس الامة؟ لا 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 خالص كده احنا خلصنا فاكرتنا ليكسو واللعبة اللي احنا بنلعبها مع ديوفنا والكابتن احمد ياسين وهنلعب دلوقتي بقى ايه؟ التنطيق بكورت التنس هنشوف هاجيب فيها كام؟ طبعا زي ما احنا شوفنا ياسين ما شاء الله ليه نطق؟ طاع عشرة بكورت التنس ما انت مهاري او مش مش مدافع وصوته على طوله خلاص؟ احنا بتعلم منك طبعا قلنا النادي اللي نفسك تلعب فيه عالميا ايهو؟ خلي بالك انا اقول الفريق شجعته في حياتي كافي اوروبا كنت انا صغير وكانت لسه كنوات اللي اوارتيه طالع فكنت اتفرج على طول النادي سيلتك الاسكوتلندي فالنادي ده بشجعه من الزمان جدا بتعرف اسم العيفي دلوقتي؟ دلوقتي؟ لا بتعرفت كام اسكوتلندي؟ انا اصلا اسكوتلندي عني احمد شرفتها وانوارتنا مبسوطين انت موجود معنا انا طبعا اللي مبسوط موجود مع حضرتك طبعا ولازل الجميلة دي والحمد لله ان شاء الله يا ريت الجمهوري ببس طبعا بالحلقة دي طبعا ان شاء الله كده خلصت حلقاتنا مع احمد ياسين نجم الدور المصري ونجم النادي البنك الاهلي ونشوفكوا بحلقات جديدة ان شاء الله شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة